الموذج الأولي لجهاز التنفس الأردني لم يكن وليد بحوث شركات عالمية كبيرة لكنه كان نتاج عقول أردنية بدأت رحلة تصنيعه من ورشة منزلية بسيطة فلنتعرف على رحلة صناعة أول جهاز تنفس اصطناعي أردني في الثامن عشر من آذار الماضي وبعد إعلان الحكومة الحذرة الشاملة لسيطرة على انتشار فيروس كورونا بدأت مبادرة أوتولانغ والمكونة من ثلاثة شباب أردنيين نارت نغوي وعمران بازدوغ وموسى أبو خلف بالعمل على تصنيع نموذج جهاز تنفس اصطناعي من داخل منازلهم تحديات عديدة واجهت الفريق كان أبرزها عدم قدرتهم على التنقل بسبب الحظر الشامل للحصول على المعدات المطلوبة إلى أن استطاعوا الحصول على التصريح الرسمية بعد انتهاء مرحلة الدراسة المكثفة واجتماعات الفريق الطويلة على برامج التواصل واجه الفريق مشكلة عدم توفير بعض القطاع الضرورية لتصنيع الجهاز لكنها لم تكن عقبة أمام المشروع إذ قاموا بتصنيع تلك القطاع في منازلهم عن طريق طابعة ثلاثية الأبعاد جهازنا بيشتغل بشكل رئيسي على موضوع أو كان الهدف منه بشكل رئيسي أنه نعالج مشاكل الكوفيد نايتين أو الكورونا وطبيعة عمل الجهاز بشكل رئيسي المرحلة الأولى طبعاً أنه يصير المكس بين الأكسجين والهوى بالبيرسنت اللي بيحط دكتور طبعاً أو اللي بيعير الدكتور النقطة الثانية أنه يتعار نسبة الشهيق للزفير أو كم نفس المريض ممكن يتنفس في الدقيقة بعد مرور ستة أشهر على بداية الفكرة أعلنت أخيراً وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إصدار أول نموذجين لجهازي تنفس إصطناعيين لتبدأ المرحلة الثانية فالمفروض الفترة القادمة تكون عملية التدقيق الصحي للجهاز واعتماديته صحياً سواء بالهيئات المحلية في الأردن أو خارج الأردن لأنه بالآخر أم نحكي عن حياة إنسان الحمد لله جهاز كجهاز شغال بيضل عملية الفحص الطبية وألية اعتماده والتقارير الطبية اللي رح تطلع عليه وهذا طبعاً إحنا بريحنا عساس نعرف أن الجهاز هذا لا سمح الله إذا صار في حالات كثيرة أنه بالأردن وحتاجت هذا الجهاز ممكن نحطه بكل أريحية على بني آدم إنجاز علمي أردني يعزز الأدوات الدفاعية لمواجهة جائحة كورونا إن تم استغلاله بالشكل الأمثل لتبدأ بعدها المرحلة الأخيرة وهي رحلة البحث عن التمويل مين نمر المملكة عمان